أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه أنه عدد لهم الأسباب التي بها تغفر الذنوب وتمحى الآثام لأن الإنسان لا محالة سيقع في خطأ فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون من هذه الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى وجعلها تغفر الذنوب وبها تمحى الآثام عبادة الوضوء الوضوء عبادة يقوم بها الإنسان من أجل أن يصلي من أجل أن يقرأ القرآن من أجل أن يطوف هذه العبادة رغم قلة أعمالها إلا أن لها فضلا كبيرا فليست مجرد ما يستعمله الإنسان في أعضاء مخصوصة وإنما الوضوء مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى الوضوء مأخوذ من الوضاء وهي الحسن والنظافة والنظافة هنا ليست نظافة ظاهرة فقط وإنما نظافة ظاهرة وباطنة فالوضوء يطهر الإنسان ظاهرا وباطنا الوضوء عبارة عن غسل الكفين فالمضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه فغسل اليدين إلى المرفقين فمسح بعض الرأس فمسح الأذنين ظاهرا وباطنا فغسل الرجلين إلى الكعبين هذه العبادة سبب عظيم وسبب كبير لمغفرة الذنوب النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك فيقول ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله ما هذا قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره أول شيء إسباغ الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط الوضوء هذا الذي يستعمله الإنسان مع كل ركن من الأركان ومع كل خطوة يفعلها الإنسان تخرج مع الماء الذنوب والآثام يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج مع الماء كل خطيئة نظر إليها بعينيه فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرج مع الماء كل خطيئة بطشتها يداه فإذا غسل رجليه إلى الكعبين خرج مع الماء كل خطيئة مشتها رجليه ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى يخرج نقيا من الذنوب هي عبادة سهلة عبادة بسيطة هي شرط لصحة الصلاة ومع ذلك فإن لها فضلا كبيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه أو خرجت جميع خطيئة حتى تخرج من تحت أظفاره إن الوضوء هذا دليل على إيمان الإنسان لأن المؤمن هو الذي يحافظ على الوضوء لأنه يريد أن يصلي باستمرار ويحافظ على الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الذي يحافظ على الوضوء هو المؤمن الحقيقي فيقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أفضل عمل يقوم به الإنسان هو الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن المؤمن هو الذي يحافظ على الوضوء والذي يحب أن يكون دائما وأبدا متطهرا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الوضوء هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تميز المؤمن يوم القيامة الناس يوم القيامة كثير جدا الذي يميز المؤمن من بين هؤلاء الناس الوضوء فيقول عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء الغر والتحجيل بياض في الوجه وبياض في اليدين والرجلين ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فيا أيها المشاهد الكريم علينا دائما وأبدا أن نبحث عن الأسباب التي بها تمحى الذنوب والآثام وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عددها وجعلها كثيرة وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه ومن هذه الأسباب ومن هذه الوسائل الرئيسية الأساسية عبادة الوضوء فحافظوا عليها فإن الوضوء معه تخرج كل الذنوب بانتهاء الإنسان من الوضوء يخرج نقيا من الذنوب والآثام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا